النجم لا ينفصل عن واقعه وبالذات لما يبقى واقعه مثلا في حالتنا الوقع المصري أو الوقع العربي وصلاح عمره منفصل عن واقعه المصري وصلاح يمكن فيه الأزمة الأخيرة اللي حصلة في فلسطين لم ينفصل عن واقعه العربي برغم كل الناس اللي شككت واللي حاولت تزايد أو تتزايد سيبك حتى من كلمة المزايد إلا إنه صلاح نجم غير منفصل عن واقعه لا المصري الوطني ولا عن واقعه الإقليمي صلاح نشر تدوينة لطيفة كويسة جدا متعلقة بأعياد عيد الميلاد ونهذا طبعا زمحتكم عارفين كل سنة وتطيبين جميعا 25 ديسمبر كل منصات التداول الاجتماعي التواصل الاجتماعي اللي صلاح حاطت عليها حسابات الحقيقة كتب عليها التدوين اللي حضرتك شايفها على الهوى دعما لأهلين الفلسطينيين في غزة بسبب طبعا الأحداث والعدوان الوحشي اللي بيمرسوا عليهم الاحتلال الصهيوني محمد قال الترجمة بتاعته أو يعني أنا هقولك أنا الترجمة ولا عايز نقرأها انجليزي زي ما أنت عايز نقرأ وانترجم طبعا أتوالية على الشاشة الكبيرة عشان أعرف أقرأ ما برضو أخي يوسف ده رجل نظره على أدو يعني أربعيناوية عمر زكري موخرج قال لي أربعيناوية لا تسعة وأربعيناوية عمور في فبراير القادم صلاح بيقولي الاتي عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط خاصة الموت والدمار في غزة نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية نشارك ألام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم عيد ميلاد مجيد أنا أول مقاردة التدوينة لفت نظري تحديدا الجملة الأخيرة لا تعتادوا معاناتهم اعتياد المعاناة فنعتبرها وكأنها شيء طبيعي في حياتنا والأزمة لقدر الله تطول والأيام تزيد ونبدأ نعتاد الوضع فننساه لا لا يجب أبدا أن نعتاد هذا الوضع ولا يجب أبدا أن ننسى هذا الوضع وتظل هذه المعاناة دائما حاضرة في أزهننا ويظل زخم الرأي العام الدولي والمحترمين اللي زي صلاح واللي بيدفعوا لأجل أن لا ننسى على الإطلاق ما يحدث في غزة من اعتداءات وحشية من قبل كيان متوحش وحكومة لا تحمل عقلا ولا قلب من قبل كيان متوحش شكرا